دي الليستة. يونايتد رقم واحد. فانت بتتكلم في ان يونايتد في السنين الخامسة الاخرانية كازبان كم لقب. فيش. كاس مثلا. ولا اي حاجة. هات كاس كام مع مورينيو في الاخر اه. لا كاس في المؤخرا في السلساء بتاعت اللي بيسموها ميكي ماوس بتاعت مورينيو. بس في الاخر قياسا بمانشستر سيتي اللي رقمه تمانية. مانشستر سيتي كازبان كل حاجة في الكوكب. صح. فاحنا هنا بنتكلم على ان الادارة تمنها كبير. وجمهور مش هو اللي بيدير. زي ما انت قلت كده قبل كده وانت بتسألني بتقول لي هو ايه الفرق بين رأيك وبين رأي الراجل اللي بيحل. اللي قاعد على القهوة ومقتنع انه عنده رأي حلو. انه ده رأيه. وان انا بحاول مقدم لكش رأي على قد منه حاول بقدم لك معلومات. لان انا دوري ان انا جمع معلومات بالطريقة اللي تعلمتها في حياتي. صح. حل. نفس القصة المشجع من حقه ان هو يقول لك العيد ده ما عندوش فكرة. المدرب ده ما عندوش ف ده دوري الجمهور. صح. بس انت اللي عارف. صح. انت اللي بتتفرج عالتمرين كل يوم. صح. ارنولد. كان باكي مين ليبربول. اول موسم لي. كاريسي. الناس كلها عمالة تقول ليبربول لو عايز يكسب لازم يجيب باكي مين. صح. ثالث موسم. ارنولد احسن باكي مين في العالم. صح. صح. وهكذا. انا بس في رقم هنا اللافت نظري كمان. عايز اشندي سعالي جايب. رقم شيلسي. بش شيلسي رافد. يعني صارف 1.2. 23 بليون. بليون يعني فانت بتتكلم. بس بص بقى الانكم بتاعه كم. هو بيصرف كتير قوي. صرف كتير قوي. بس برضو الانكم بيع. يعني هو بيصرف ويبيع. ليه انا بجيب ويفتها عند داية. عشان انا بيجي معايا اضيف. هنا. مدير كورة. رئيس نادي. مسؤول. اقول له انت ناون سنادي تبيع مين او. يقول لي لا 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 لا. احنا هنحافظ على الفرقة كلها. طيب. احنا وين نبني للمستقبل. طيب. انت معاك فلوس. لا لا بس احنا. احنا عندنا مشاكل مالية كتيرة بنحاول بس انا مش هستغنى عن اي لعب في الفريق. ليه يا حبيب. واو دا تجني ان انا. ايوة عارف ليه مش قادر يستغنى. اه. عشان ما عندوش حد طالع. لا انا رأيه عشان بيقلع من الجمهور. وعشان بيقلع من الجمهور اكيد. بس هو في الاول في الاخر الجمهور مش هو البيدير. صح. والجمهور لما انت تقدر تعمل نظام ثابت جيد. هتقدر قدر الامكان تبقى قدر توقعات جمهورك. بس لما المشروع هيكتمل. انما انت متبقاش مقلق من الاول. لان في الا الجمهور يدير. ما هو مش عايز. يعني بتسعب علي دي بقى يعني مسلا مسلا يعني. وانا قلتها حتى على سبيل المناقشة يعني. الزمالك دلوقتي عنده ازمة مالية بتحصل دلوقتي. في واضحة. خلاص واضحة للناس كلها. وعايز يرفع القيدة بتاع. اه. فاقلت لو الله يا جماعة لو زيزو جاله مسلا مسلا يعني عشرة مليون دار. اهم لعب في الفرق. اللي هو الزمالك ما عافش يتنفس به. طبعا الجمهور يزعل من الكلام ده يقولك انت الحادة كريمة عايز زيزو يتباع. بس عشان تنقذ الفريق كله. طبعا. ينقطة. موسيا سيد. طبعا. الاهلي والزمالك. اه. تحديدا. وضعهم مختلف في قصة هو التارجت بتاع ايه. التارجت بتاع الاهلي والزمالك الهدف. عمره ما هيكون ان انا اكسب فلوس. طبعا. الهدف بتاع الاهلي والزمالك ان انا اجيب بطولات. صح. زيهم زي بوكا وريفر. اه. اللي هو المنتخب الارجنتيني في حتة. بس بوكا وريفر دول اتنين بمويته نفسهم على ان هما يكسبوا كل الالقاب اللي في الدنيا. حلو. فانا مستوعب كويس قوي انك ما تعملش كده. بس لازم تلاقي طريقة اسكى في ادارة مواردك. حلو. بمعنى ايه. بمعنى ان مثلا زمالك السنة دي ناوي ان هو يتعاقد مع العيبة كلهم فري. مع العيبة كلهم بالعقود. مش من السنة دي. من سنتين فاتت لازم تكون كنت تعارف مين اللي كمان سنتين عقده هيخلص. فبالتالي انت بتتناقش مع الانداء بتاعته بحيس انك تاخدهم تاخد اللعيبة دي باقل قضر ما. ممكن. انما انت لو النهاردة جيت تتكلم مع العيب هو قريدي عقده انتهى. هيقول لك هاتلي هاتلي فلوس في ايدي. صح. اللي كنت هتديها للنادي هاتمو صح في ايدي. صح. لان في الاخر خب بالك ان انت لازم تستوعب ان القدرة الشرائية بتاعت الدول الجوار اللي هما زي الخليج. على سبيل المثال. خلتك بقت صعب جدا جدا تجيب النجم الموهوب اللي ظاهر. انت لازم تجيبه قبل ما يكون ظاهر. ايه. لانه اول ما ظاهر. خلاص بشيارتك. بالزبط كده. فدي اللعبة الرئيسية. فعشان كده انت لو بدل اللعيب اللي انت بتصرف عليه ملايين ده. ملايين. انت لو خدت الفلوس دي حطتها في قطاع كشفين جيد. وعلمتهم يعني ايه كشفين. وعلمتهم يعني ايه سكاوتنج. وعلم العلم ده اخباره ايه. والعلم ده على فكرة علشان هي مش يوتيوب. مش لينكات يوتيوب. يعني انت بتشوف الصفقة الجديدة ويجيب لك احلى لمساته. ايوة طب فين بقيت المطر. صح. طب هو بيعمل كده في مساحات عاملة ازاي. صح. يعني لما اتفركت على برونو صافيو. اول سؤال ممكن جاه في دمال. لعيف حريف قوي. لما اتفركت عليه في في ناديك العبور. اه. استلم الكرة ورقصه. ورقته حلوة وجول. مساحاته واسعة قوي. اه. الدوري بتاع اللي بيلعب فيه مساحاته واسعة جدا. الرتم بتاعه ابطأ بكتير من الدوري بتاعنا. صح. فبالتالي انا حسس ان اللعيد ده لما هيجي عندنا. في مصر في الدولة المصري مش هيلقي المساحات دي. طيب سامسون شفته بيشوت بيمين وبيشوت مشباله. ومنطاقات وحاجات حالة. مورعب. اه. بس ما اتفرج عليه في الماتش. اه. كل ما بيستلم الكرة ده بياخد تلت ساعة لما بياخد القرار. صح. القرار بتاعه بطيق وضعيف. اه. طيب ما حد اخد باله من الحاجات دي.